في الدرس اليوم سوف نتحدث عن فونكشن في اللغة البي اتش بي بالاختصار افهم ان الفونكشن هو عبارة عن وظيفة دمنية تقوم بك كتابة اي اوامر ترغب بان يتم تنفيذها وعندما تقوم باستدعاد تلك الوظيفة سوف يتم تنفيذ الاوامر الذي يتواجد دمنها قبل ان نبدأ الدرس اذا كنت ما زلت لست مشاركا في قناتنا قم بدغط على زر الاشتراك وقم بالتشغيل زر الجرس ولا تنسي اعجاب الفيديو واضافة دائما تعليقات جميلة على الفيديو لكي يصلك افضل دروس لتعلم البرمجة مجانا لنبدأ الدرس طبعا هناك ثلاث انواع من الفونكشن في الدرس اليوم سوف نتحدث عن النوع الاول وفي الدرس القادم سوف نتحدث عن النوع الثاني والثالث لانشاف فونكشن في اللغة البي اتش بي كل ما عليك ان تقوم بكتابة الامر فونكشن فراغ ثم تقوم بالتحديد اسم لهذه الفونكشن قواعد لينشاء اسم فونكشن هي نفس قواعد لينشاء اسم فريابل في اللغة البي اتش بي لا يسمح لك باستخدام فراغات في الاسم الفونكشن لا يسمح لك باستخدام الاشكال الخاصة من عادة بعض اشكال خاصة مثل هذا الشكل الخاص وإذا غير مسموح لك باستخدام احرف من عادة الاحرف الانجليزية وإذا غير مسموح لك بان تبدأ اسم فونكشن بالارقام قم بالتحديد بنفسك الاسم الفنكشن الفنكشن يكون وظيفة لذلك قم بالتسمية الاسم يتعلق بالأوامر التي سترغب بكتابته دمنا تلك الوظيفة لنفترض أرغب أن أقوم باستخدام الفنكشن لعرض رسالة إذا سوف أقوم بالتسمية على صبيب المساعد print underscore message أطبع لي رسالة قم بالتحديد بنفسك الاسم الفنكشن بحيث يكون واضح بالنسبة لك وبالنسبة لآخرين لأجل ماذا قمت بإنشاء تلك الفنكشن لا تقوم بالتسمية بشكل تالي بهذا الشكل لن يكون واضح بالنسبة للآخرين بعدما تقوم بالتحديد الاسم الفنكشن تقوم بإنشاء الأقواص التالية ثم تقوم بإنشاء الأقواص المعقوفة بهذا الشكل قمت بإنشاء فنكشن ودمن الفنكشن يمكنك أن تقوم بالتحديد بنفسك أي أوامر ترغب بإنه تم تنفيزها عندما تقوم باستدعاء الفنكشن لنفترض أرغب بإنه تم إنشاء عنصر اتش واحد أقول أطبع لي قم بإنشاء العنصر اتش واحد قم بالتحديد بنفسك أي أوامر ترغب بإنه تم تنفيزها عندما يتم إستدعاء الفنكشن أنا فقط أعطيكم أمثلة وأفكار لنفترض أرغب بإنه تم طبع العنصر اتش واحد ودمن الرسالة إذا قم بتحديدها بالشكل التالي قمنا بإنشاء فنكشن يعني وزيفة وقمنا بوضع الأوامر التي نرغب أن يتم تنفيزها عندما يتم إستدعاء تلك الفنكشن في الوقت الحالي إذا قمنا بفتح ملف البيتش بي من خلال السيرفر سوف تشاهد لم يحدث أي شيء لماذا؟ لأننا قمنا بإنشاء وزيفة ولكن لم نقوم بعد بإستدعاء الوزيفة لأننا تأكد مثل ما تشاهد طيب الآن كيف يمكنك أن تقوم بإستدعاء الفنكشن لكي يتم تنفيز الهوامر الذي يتواجد منها لإستدعاء الفنكشن سهلة جدا كل ما عليك أن تقوم بالتحديد الاسم الفنكشن الذي يسترغب بإستدعائها ثم تقوم بإنشائز الأقواس ثم تقوم بوضع نامة سمي كولن بهذا الشكل الآن قمنا بإستدعاء هذه الفنكشن وبالتالي عندما نقوم الآن بالتحديث سوف يتم تنفيز الهوامر الذي يتواجد منها أنا طلبت أن يتم طبع العنصر H1 وبالنص التالي وبالفعل قام بطبع العنصر H1 وبالنص الذي قمت بتحديدها يمكنك أن تقوم بتحديد نفسك متى ترغب أن يتم إستدعاء الفنكشن في الوقت الحالي مباشرة طلبتك أن يتم إستدعاء الفنكشن عندما يقوم بفتح ملف الPHP يمكنك أن تقوم على سبيل المثال بإستدعاء الفنكشن عندما يقوم شخص ما ينقر على زر من نوع Submit المهم أن تفع يمكنك أن تقوم بتحديد بنفسك متى ترغب بإستدعاء الفنكشن طبعا يمكنك أيضا أن تقوم بإستدعاء الفنكشن أكثر من مرة في كل مرة تقوم بإستدعاء الفنكشن سوف يتم تنفيذ الأوامر الذي تواجد دمها لأن أفترض قمت بإستدعاء الفنكشن مرتين شاهد سوف يتم تنفيذ الأوامر مرتين مثل ما تشاهد هذه النقطة أيضا مهمة كنت أرغب بأن أقوم بتوديح لكم يعني بالاختصار فنكشن هي عبارة عن وزيفة يمكنك أن تقوم بتحديد بنفسك لسم الوزيفة ودمنها تقوم بتحديد أي أوامر ترغب بأن يتم تنفيذها عندما تقوم بإستدعاء ترك الوزيفة أتمنى لكم توفيق وأراكم في الدرس الخادم لكي نكمل الجزء الثاني من الفنكشن إلى اللقاء